نبدأ بالركيزة الأساسية في العملية التعليمية أو الركيزة المحورية في العملية التعليمية وهو المتعلم المتعلم student هو المحور الأساسي وهو الحريف بالمنطق المعاصر الحريف الأساسي للمدرسة طيب ما هو المتعلم؟ كيف ينبغي أن ننظر إلى المتعلم؟ أولا المتعلم هو مجموعة فروق فردي لأن لكل متعلم خصائص وصفات جسمية وعقلية ونفسية واجتماعية ومزاجية وانفعالية تميز شخصيتها ولذلك تكون هذه الشخصيات مختلفة متباينة في الذكاء والأمزجة والاستعدادات والقدرات والمهارات والهويات والأنشطة والسمات إذن الفصل الدراسي الذي يتكون من مجموعة الطلاب إذن هو فصل في الواقع مختلف هو فصل متباين هو فصل متنوع وليس فصل منسجم وفصل له نفس أو متماثل وله نفس الشخصيات أو نفس الأشخاص الطلاب الذين نواجههم في الفصل هم كل طالب عالم مستقل وكيان مستقل بذاته وعلى المعلم لما يبشر فصوله أن يرى أنه يتعامل مع قوس قزح من الألوان المتباينة ولا يتعامل مع سماء سرقاء صافية ذات لون واحد إذن هذه فكرة أساسية لأن المتعلمين متبينين على مستوى كل الجوانب التي تميز شخصية كل واحد منهم كذلك المتعلم هو جملة من الميول رأينا أنه اختلافات فردية ولكن أيضا من الميول هذه الميول تتحدد وتختلف حسب الجنس وحسب السن وطبعا علماء النفس التربوي وعلماء الاجتماع وعلماء التربية يعتبرون أن هناك قائمة من الميول لكن أهم هذه الميول بإطلاق هي الميول الاجتماعية والميول العلمية والإيجابية والميول الفنية والفكري وعلى المعلم لما يباشر فصله أن ينتبه إلى هذه الميول التي تشكل وتلون شخصية طلابه وعليه أن يحترم ميول كل متعلم قدر الإمكان طبعا قدر المستطاع لأن ذلك هو جزء من العملية التعليمية وذلك يسر عملية الانتقال التعليمي الذي هو الهدف الأساسي من عملية التعلم المتعلم هو أيضا حاجات علينا أن ننظر إلى المتعلم باعتباره جملة من الحاجات هذه الحاجات هي متنوعة مثل الحاجة إلى النمو الجسمي الحاجة إلى الشعور بالحرية والاستقلالية الشخصية والحاجة إلى الثقة والحاجة إلى الشعور بالأمن والحاجة إلى الشعور بالمحبة والعطف والتقدير إلى آخر ذلك فكل متعلم هو مجموعة من الحاجات التي تهتف بالمعلم وتقول له أنا هنا أنا أريد كذا وعليك أن تنتبه لي وعليك أن تسعى إلى تنبية هذه الحاجات إذن المعلم ليس كيانا جميدا المتعلم عفوا ليس كيانا جميدا ليس صفحة بيضاء ليس صفحة جميدة لا إنما هو عالم ديناميكي من الداخل مجموعة من الفروق الفردية مجموعة من الحاجات مجموعة إذن من الميولات وعلى المعلم أن ينظر إلى المتعلم على هذا النحو في التربية الحديثة في التربية اليوم المتعلم هو محور العملية التعليمية ومركزها في وذلك لأنه منطلق من ناحية وغاية لكل العملية التربوية فالمنطلق كيف تنطلق العملية التربوية؟ العملية التربوية تنطلق من دراسة دقيقة للمتعلم في ميولاته وحاجاته وفي فروقاته وتهدف العملية التربوية إلى خدمة تلك الفروقات وتلك الميولات وتلك الحاجات فهو منطلق وغاية كل العملية التربوية ولولا المتعلم لما كانت العملية التعليمية إطلاقا المتعلم هو موضوع كذلك ليس فقط تعليم وتدريس ولكن كذلك هو موضوع تأطير وتوجيه وإرشاد نفسي ومدرسي والانتباه إلى ميول الطالب ونموه واتجاهات تفكيره وسلوكه هي مهمة يقوم بها أيضا المرشد المدرسي كما يقوم بها المعلم المرشد إذن مثل موقع الشمس في المجرة الشمسية باعتبارها محور تدور حوله الكواكب المختلفة فإن هذا المركز في العملية التعليمية نسميه بالمتعلم وعلى المعلم أن يفهم هذا الأمر جيدا حتى ينجح في العملية التعليمية حسب الاتجاهات التربوية الحديثة ترجمة نانسي قنقر